هل هناك اليوم تعتيم عليك نوعا ما أنا في صراحة أحس لأنه أنت عندك كل مقومات أنه دائما تتواجدين وينما يحطوش راح تلوقين فليش ما موجودة؟ هما في البداية أنه عوالهم أنه نسمة بس بإطار الكوميديا يعني أنه بس تشتغل الكوميديا وآني من البداية قلت لهم بداية مشوار الفني قلت لهم يعني اللي أطلبه من كل زملائي والمخرجين والمنتجين أساتتي أنه ليخلون نسمة بإطار الكوميديا بس لا اليوم الجوز نسمة بدينا شعنا السمينة ويحبون الكاركتر مالتها ثاني يوم الجوز تغيرت وفعلا أنا وراء ما سويت تعملها التكمين بعدها تغيرت من شكلي من جسمي من قوامي من كل شيء بس بقى الفنان ترى هو فنان يعني أنا أصنع الضحكة وأنا أصنع البتشي خلي نقول إحنا عليها أقدر أشتغل لك دراما أقدر أشتغل لك جادة أشتغل لك كوميديا فهذا مو من معنى أنه والله نسمة ضعفت لا والله راح الكاركتر مالتها راح الكاركتر مالتها ما أريدها بالكوميديا بس أجتي مسلسلات يعني عمل دراما ليش ما دخلت نسمة بعدين الكاركتر مالعلاقة بالشكل الأسطيني هذا أنت تقوله بس غيرك غيرك أنا حاوروني خوما مخرجين كبار قالوا لي يعني أروحي حرامات لأنك الكاركتر ما تشرح زيان أنت شو أنت تحكي هذا الكلام أنت إنسان مثقف وواصل وتعرف هذا الإنسان فنان أقدر أطلع أشكال من عنده إحنا ما عندنا صناع نجوم مع الأسف يعني أنت من تروح مصر مصر صناع نجوم سوريا صناع نجوم لكن العراق ما عندنا صناع نجوم أنت أورادي نجمة محتاج أحد يصنعيش لكن المفاجئة اللي نفرض أنه أنت حصررتك بالدور الكوميديا ماكو هوايا وممثلات تطلع دورها كوميديا بمسلسل درامي يعني هو وين أكوبيات ما بي الأم اللي تضحك لدمها الخفيفة صحيح 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 فعلا إحنا دا شوفه هوايا أكو مسلسلات شرحة يعني يعني ممكن عالم الستوهيبة طلعت الله يرحمها أمل طاها دور كوميديا مولدة وشوان فتشيب يعني رغم العمل درامي فرحنا بي وضحكنا عليه وما دوشينه يعني ضحكنا على المواقف اللي اللي أدتها الله يرحمها زيان وهي مسلسلة دراما يعني لكن بعد ما أعرف من عرضها ليت شوالا عملية؟ أنا أعتبع عليهم لأن كل الشارع العراقي يسألني كل الناس وكل الأصدقاء وكل الأهل ليش أكو تاتش بين شو بين مثلا مخرج بين شو بين مثلا قناة بين شو بين أحد من الزميلات فأني أبدا والله العظيم هم لكل يدون أنا لكل أحبهم وأقدرهم ومباركتلهم كلهم لأعمالهم قلتوا بجوز الله ما كاتب ليها هاي سنة إن شاء الله سنتلوق شوف الله شكاتب لنا